ينضم إلينا مرسل الغد من لندن محمد الفينيش ومن باريس بلقيس النحاس ومن برلين يمن شواف أبدأ معك محمد الفينيش ولندن جونسون يعتذر ويحمل نفسه وحكومته المسئولية عن سوء الوضع الوبائي بالبلاد كيف هي أصداء هذا داخل بريطانيا من المعارضة إلى الشارع؟ نعم زميلة كوثر هنا في المملكة المتحدة اليوم يعتبر كأنه يوم ساوية الإعلام يسيطر عليها رقم المائة ألف لضحايا كورونا أو لضحايا كوفيد-19 السلالة الجديدة كان لها حصة الأسد في قتل أرواح الضحايا من مرضى فيروس كوفيد-19 بريش جونسون اعتمد على ثلاث نقاط الاعتذار تحمل المسئولية والعمل وفق الممكن هذه النقاط الثلاث هي التي حاول من خلالها إرسال رسالة إلى أنه يتحمل المسئولية كرئيس حكومة وحكومته يعتذر لعائلات الضحايا وأنه يقوم بكل ما في وسعه المعارضة رأت أن حكومة بريش جونسون أخطأت في ثلاث محطات أخطأت في المحطة الأولى في الموجة الأولى في شهر مارس عندما لم كانت متأخرة في حالة الإغلاق أخطأت في المحطة الثانية في شهر سبتمبر عندما تأخرت في حالة الإغلاق وأخطأت في المحطة الثالثة وهي شهر ديسمبر الماضي عندما تأخرت كذلك في حالة الإغلاق واتخاذ الإجراءات اللازمة الحكومة قالت أنها لا يمكن التعامل مع كورونا على أنها دفتار أو كتاب مدرسي كما سمت وأنها تقوم بالإجراءات وفق مستشاريها العلميين الذين ينبهون للخطورة كلما دعت الضرورة إلى ذلك حاليا هناك تخوفات من السلالة الجديدة التي ظهرت بجنوب إفريقيا والتي أثبت المتابعون هنا في الشأن الطبي أنه يوجد 77 حالة وأنها تحت السيطرة لكن هناك تخوفات من أن تخرج البلاد من السلالة البريطانية إلى سلالة جديدة وهي سلالة جنوب إفريقيا نحن نعلم أنه عدد الوفيات إلى حدود غاية اليوم أمس خلال 24 ساعة الأخيرة سجل 1632 حالة وفاة صحيح أنه انخفض عدد الإصابات إلى أكثر من 20 ألف بعدما كانت البلاد تسجل قرابة 40 ألف لكن معدل الوفيات لا يزال مرتفع جدا المستشفيات هنا في المملكة المتحدة تعيش على حالة من الاقتضاد والبلاد لا زالت بحالة الإغلاق العام نعم ابقى معي محمد وننتقل إلى بلقيس من باريس بلقيس إذن اجتماع لمجلس الدفاع الصحي اليوم لتحديد إجراءات جديدة هل نتوقع إغلاقا شاملا ثالثا في فرنسا؟ نعم صوصا صباح الخير نعم بالفعل اليوم هناك مجلس دفاع صحي سيعقده إمانويل ماكرون مع مجموعة من الوزراء ولكن اليوم يستبعد أن يخرج إمانويل ماكرون وأن يصرح بأي إجراءات صارمة جديدة كحبس ثالث حيث أنه منذ الأسبوع الماضي كان هناك تخوف كبير من قبل الحكومة منذ أن تصاعدت أعداد تناقل الفيروس من متوسط 15 ألف حالة إلى 20 ألف حالة كان هناك تخوف أنه خلال هذا الأسبوع الحالي أن يكون هناك تصاعد وتسارع أكثر وأن تزداد أعداد الإصابات إلى 30 ألف حالة أو 40 ألف حالة هذا كان ما تتوقعه الحكومة ولكن للآن سوصا ما زالت المتوسط 20 يعني متوسط سابط تقريبا اليوم 22 ألف حالة في الأيام الماضية أيضا خلال حول هذه الأرقام إذن ليس هناك تسارع أو عدد طرد يرتفع من عدد المصابين لذلك فأن الحكومة ترى أنه التريث الآن بينما تقرر هذه الإجراءات بعد أن يتم فرز الإجراءات أو الأوراق والبيانات التي سيكون هناك بعض البيانات المتعلقة بحظر التجول المبكر الذي فرض في الساعة السادسة مساء سوف يكون يوم السبت المقبل مساء سوف تجتمع الحكومة لترى هذه المؤشرات والبيانات وبالتالي سوف تكون هناك من بعد يوم السبت إمكانية لأن تكون الحكومة قادرة على أن تقرر إن كان سيكون هناك فرض حجر صحي مجددا لمرة ثالثة أم لا من باريس إلى برلين ومعك يمان ربما ما هي تفاصيل تصريحات ميركل حول الوضع الوبائي في ألمانيا وأيضا ما الذي قد ينتج عن الاجتماع الأسبوعي والروتيني للحكومة والتي متوقع أن تكون مخرجاته غير اعتيادية نعم كوثر يعني يبدو من تصريحات المستشارة الألمانية أمس والتي كانت نقلتها وسائل الإعلام الألمانية أن المستشارة غير راضية عن ما يحدث من عدم التزام من الناس كما وصفته وتحديدا عندما بدأت ألمانيا الإغلاق ديسمبر الماضي قالت ميركل أن 50 ألف ألماني كان يسافر إلى جزر الكناري وإلى خارج ألمانيا يوميا وهذا عدد كبير وبالرغم من أن وزير الصحة الألماني تحدث قبل أيام أن ألمانيا بدأت تسيطر على الأرقام المرتفعة من السلالة الجديدة من فيروس كورونا إلا أن المستشارة تطالب بإجراءات أكثر صرامة تطالب بتجديد القيود ميركل تحديدا وصفت الوضع الراهن في ألمانيا بالقول بأننا نجلس على برميل من البارود وهذا الأمر يمكن أن يختزل القلق الذي يساور المستشارة الألمانية وكذلك الحكومة الألمانية من المسخ المتحورة من فيروس كورونا وسرعة انتشار هذه المسخ لذلك هناك قلق كبير لدى الحكومة الألمانية نحن نعلم أن الحكومة الألمانية مددت للمرة الثانية على التوالي الإغلاق العام حتى الرابع عشر من الشهر المقبل ولكن كل المؤشرات وما تتحدث عنه وسائل الإعلام يبدو أن هذا الإغلاق قد يمدد فيما لم تسيطر بشكل كامل الحكومة على هذه الأرقام بمعنى أن تعود هذه الأرقام إلى الانتفاض بشكل كبير اجتماع الحكومة اليوم ربما سيناقش العديد من القضايا هذا ما ننتظره بعد الاجتماع هناك الكثير من المتغيرات منها اتصال ميريكل قبل أيام قليلة مع بايدن ما يحدث في روسيا المطالبات بإجراءات أكثر صرامة على الحدود الحديث عن قيود على شركات اللقاح كورونا هذا الاجتماع هو اجتماع روتيني ولكن يبدو أن الكثير من الملفات سيتم مناقشتها عصر اليوم بعد انتهاء هذا الاجتماع سيكون لدينا مزيد من التفاصيل معلومات أكثر عن طبيعة ما سيخرج من هذا الاجتماع يمان شواف من برلين وبالقيس النحاس من باريس ومحمد الفنيش من لندن شكرا جزيلا شبكة مرسلنا شكرا جزيلا شبكة مرسلنا